بعد سلسلة من الانتهاكات الممنهجة في حق الشعب الفلسطيني طيلة شهر رمضان ومنع أذان الغشاء في المسجد الأقصى قوات الاحتلال الإسرائيلي ذهبت بعيداً في استفزازاتها حيث دعت ما يسمى بجماعة الهيكل المستوطنين إلى اقتحام المسجد الأقصى احتفالاً بذكرى الاستقلال المزعوم وسط دعوات فلسطينية تبنت شعار لا تتركه وحيداً بعد رمضان مؤكدة تجند الشعب الفلسطيني من أجل كبح جماح الاختلال وثنيه عن اقتحام الأقصى فصائل المقاومة الفلسطينية شددت على أن اقتحام بحات الأقصى الذي تنوي سلطات الاختلال تنظيمه الخميس يعد تمادياً إسرائيلياً وجراً للمنطقة لتصعيد يتحمل الاحتلال وحده المسؤولية عنها حركة حماس حملت حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تدعيات هذه الجريمة التي تؤكد مجدداً إصراره على المضي قدماً في سياسة التصعيد والتهويد وقمع الحرية الدينية معتبرةً أن الشعب الفلسطيني سيواجه بكل قوة ولن يسمح بتمرير هذه المخططات مجدداً دعوتها لشد الرحال والاحتشاد في المسجد الأقصى والاستنفار في مدينة القدس حركة الجهاد الاسلامي أيضاً أدانت هذه الاستفزازات المتواصلة واعتبرت هذه الدعوات استمراراً للعضوان الصهيوني بحق المقدسات وتعدياً على الشعائر الدينية للمسلمين كما دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لتصعيد المواجهات الشاملة مع الاحتلال ووسط هذا التصعيد المستمر على مدار أسابيع دعت وصارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها مجلس الأمن إلى تحمل المسؤولية في وقف استفزازات الاحتلال ضد الفلسطينيين العزل ومقدساتهم معتبرةً أن عدم وفاء المجلس الأممي بالتزاماته بات يشكل غطاءً لانتهاكاته وجرائم المحتل الإسرائيلية